لبيك الله لبيك لبيك لا ليك لا ليك إن الحمد والنعمة لك والمر لبيك الله لبيك الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أعزائي المشاهدين أجددوا اللقاء بكم في هذه السلسلة المباركة ألا وهي مناسك الحج والعمر انتهينا إلى الإحرام تكلمنا على الإحرام لكن هنا أنبع على مسألة كي الناس سيمشوا مباشرة إلى مكة لينكونوا غالبا في آخر الرحلات لينكونوا في آخر رحلة لدير نيفول يروحوا مباشرة إلى مكة الذي يذهب إلى مكة مباشرة سيحرم في الطائرة يعني لما الطائرة تحاذي الميقات ستسمع العامل تحاذي الميقات يقول لك يعلم قبل أن الطائرة ستحاذي الميقات لكن انت وينت تلبس الإحرام أنا أنصحك أن تلبس الإحرام في المطار لأن لبس الإحرام في الطائرة يعني تقى شوية مشاكل معه الضيق وإذا ذهبت إلى بيت الخلاء أكرمك الله متسخ إذن الذين يذهبون إلى مكة مباشرة يلبس في المطار ولكن الإحرام لبيك اللهم حج عمرة هذا يقولها في الطائرة لما يقول العامل قد حاذيتم الميقات طيب الآن وصل أهل المدينة إلى مكة الناس اللي كانوا في المدينة رهم يلبوا 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 وصلوا إلى مكة بالطبيعي أن الحافلة ستأخذهم إلى الفندق الحافلة ستأخذ الحجاج إلى الفندق قبل الذهاب إلى الحرم المكي يوصلوا الفندق يحطوا العفش تاحهم يعني الحقائب تاحهم يدوا رقم تاع الغرفة تاحهم ثم بعد ذلك إذا شاء الحاج أن يستريح ثم يذهب إلى أذاء العمرة فله ذلك مشي شرط غير يوصل يروح يجيب العمرة يستطيع أن يريح مدة ويدهب إلى أذاء العمرة طيب الآن هو من الفندق سيدهب إلى الحرم المكي لأذاء العمرة إذا قدر الله وصل للحرم المكي مع وقت الصلاة شا نقول له صل صلاة الفريضة تاعك وبعد ذلك أبدأ في العمرة إذا كان مثلا وصلوا في وقت الحرارة على الساعة الواحدة مع الظهر وكوني أدي العمرة في وقت الظهر وكم عارفين الحجاز أرض حارة قلنا نبغي نأخرها حتى بعد المغرب معلش يجوز له ذلك الآن هو وصل إلى الحرم المكي بغي يدخل المسجد يقول دعاء دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك تخلي المسجد بالطبع سيتجه مباشرة إلى الكعبة إذا رأى الكعبة كان عبد الله ابن عمر إذا رأى الكعبة رفع يديه فماذا به كي يشوف الكعبة واش يدير يرفع يديه فكان ابن عمر إذا رأى الكعبة رفع يديه الآن هو رأى بغي يبدأ الطواث لأن العمر شفيها فيها الطواث فيها السعي بين الصفة والمروة وفيها الحلق أو التقصير هذه الأمور يتعلق بالعمرة الطواث بالكعبة السعي بين الصفة والمروة الحلق أو التقصير الآن هو رأى ماشي للكعبة رأى يبغي يبدأ العمر يتجه إلى الكعبة يتجه إلى الحجر الأسود المكان اللي فيه الحاجر الاسود عند الحاجر الاسود عند الركن اللي فيه الحاجر الاسود غادي يقع على الارض خط بني كما غادي يظهر على الشاشة يقع خط بني يبدأ الطواف عند الحاجر الاسود عندها ذلك الخط البني اذا بداية الطواف تكون عند الحاجر الاسود ليرهم دايرين في الارضية تعاهل خط البني يبدأ الطواف كم سيطوف من شوط سبعة أشواط سبحان الله الطواف عبادة ولا يكون الطواف إلا بالبيت العتيق ما تقاش ما كان يطاف به إلا البيت العتيق أما ليطوف حول القباب والأذريحة هذا الشيء بالله إذن غادي يبدأ يطوف من حجر الأسود سبعة أشواط ثلاثة أشواط الأولى يرمل فيها الرجل يعني ثلاث دورات للولا الرجل يرمل يعني يسرع يقارب بين الخطة هذه السنة تقارب بين الخطة في ثلاثة الأشواط الأولى أما الأشواط الأربعة المتبقية لا مشي عادي إذن ترمل في الأشواط الأولى والأشواط الأخرى تمشي عادي أما المرأة المرأة لا ترمل المرأة تمشي عاديا في كل الأشواط طيب هو لما يبدأ يطوف ما ننسوش بالكاين الحجر الأسود وقبل الحجر الأسود كاين الركن اليماني الان هو رهبا غيطوف انسي تنبع لا شي رهبا غيطوف هو رهبا لابس الحرام تاعه رهبا لابس الازار والرداء وشي دير كي بغيطوف رهبا غيبا يطوف يكشف عن كتفه الايمن هذا اللي يسموه الفقهاء الاطباع الاطباع ان يكشف عن كتفه الايمن الكتف تاعها الايمن يعني يدير الاحرام تحت الابط تاعه ويبان الكتف الايمن تاعه هذا لا يكون الا عند الطواف يعني ما يجوز للمسلم يكشف الكتف الايمن قبل الطواف وما يجوز لاش يكشفه بعد الطواف وهذا من الاخطاء كي تبغيط طوف كي تبغيط اكشف عن الكتف الايمن طيب الحجر الاسود اذا استطاع المسلم ان يقبله فليقبله لا تعرف روحك تجم تقرب عند الحجر الاسود بشرط ان لا تؤذي المسلمين تقبل الحجر الاسود وهذا يعني متعدل الان قليل يعني في اوقات قليلة اذا ما استطعت تستلمه بيدك ولا بالعصى تستلمه وتقبل يدك اذا ما استطعت كما هو حال الاكتر من بعيد تشير هكذا تقول الله اكبر تجم تقول بسم الله الله اكبر اذا راك عند الكعبة راك بغيط تبدأ الطوف غادي تبدأ من الحجر الاسود وش تدير تقبله لما نجمت تستلمه بيدك وتقبل يدك لما نجمت تشير تقول بسم الله الله اكبر راك بديت الطوف اثناء الطوف وش تقول تقرأ القرآن الكريم تذكر الله سبحانه وتعالى مكاش ادعية خاصة نشوفوا بعض الناس يعني يقول دعاء الشوط الأول دعاء الشوط التاني دعاء الشوط التالت هذا خطأ مكاش دعاء خاص راك تقرأ القرآن الكريم راك تذكر الله عز وجل لكن راك بديت الطوف غادي توصل عند الركن اليمني الحجر الاسود راهناك قبل الحجر الاسود راه ك admits الركن اليمني الركن اليمني وش الدين عنده الركن اليماني تستلمه تستلمه بيدك هكذا اذا ما نجمتش اذا كان هناك زحام لا تفعل شيء بعكس الحازر الاسود الحازر الاسود تستلمه اذا عجزت تشير بيدك الركن اليماني لا تستلمه بيدك اذا عجزت لا تفعل شيء هل هناك ذكر ما كاش ذكر عند الركن اليماني طيب بين الركن اليماني والحازر الاسود كين دعاء تقول له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كي توصل الحاجر الاسود اقدر تشوط اذا نعود تبدأ من الحاجر الاسود الحاجر الاسود تقبله باذا ما استطعت تستلمه بيدك وتقبل يدك اذا ما استطعت فانك تشيط قل بسم الله الله اكبر هركة الطوف تقرأ القرآن الكريم تدعو الله سبحانه وتعالى لما تجي عن الركن اليماني تستلمه بيدك ما نجمت ما تدروا له بين الركن اليماني والحاجر الاسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وراك وصلت عند الحاجر الاسود هذا الشوط اول الشوط التاني نفس الامر الشوط التالت نفس الامر حتى تنتهي مع الشوط السابع والشوط السابع ينتهي مع الحاجر الاسود كي بعض الناس راه يطوف قبل ما يوصل الحاجر الاسود وش يقول قبل ينصر اللغ يلي قتكمل الطواف من حيث بدأت عند الخط البنك كيتكمل الطواف ترو عند مقام ابراهيم كين وحد المقام يسمى مقام ابراهيم قد يظهر في الشاشة وتقرأ قول الله تعالى واتخدوا من مقام ابراهيم مصلى صلي ركعتين تسميان ركعتين الطواف تصلي ركعتين عند مقام ابراهيم بالطبع عند المقام باش تصلي كين الزحام تجب تصلي في كل المسجد المسجد الحرام الله يبارك كبير اذا ما استطرح تصلي عند المقام تصلي في اي مكان من المسجد اذا صليت ركعتين عند المقام تروح مدى بك من السنة تصب ماء زمزم على رأسك النبي صلى الله عليه وسلم صب ماء زمزم على رأسه حتى تتقوى حتى تنشط وتشرب من ماء زمزم كملت الطواف صليت ركعتين عند مقام ابراهيم او في اي ناحية من المسجد صبيت ماء زمزم على رأسك شربت ماء زمزم باش تقوى ماذا بيك ترجع عند الحجر الاسود وتقول الله اكبر ثم تذهب الى اين تذهب الى الصفا والمروى لكي تسعى السعي بين الصفا والمروى هذا سنرجئه الى الحصة القادمة ان شاء الله فكونوا معنا في الموعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله